ولطخة بالدم بشكل رسمي وبشكل شعبي عشرات الألاف في الشوارع يعني بيقوموا دي لندن بالإدانة الواضحة لما يحدث ويراه العالم على شاشات التلفزيون فكل يوم الضغط على إسرائيل والأمريكان يسألوا إسرائيليين خلصوا ولسه طب تخلص إمتى؟ مش عارف يعني قلة الحيلة أو الفشل الإسرائيلي كل يوم يظهر أكتر من اليوم اللي بعدين نحن نتحدث عن شهر كامل ولم تحقق إسرائيل شيئا نعم نحن الآن نقترب من عشر تلاف شهيد وأنا قلت لحضراتكم في أول هذه الأحداث إنه الناس اللي جوه البيت الفلسطيني يتوقعون حرب تصل إلى سنة وعلى أقل لعشرين ألف شهيد فنحن اليوم نقترب من حاجز العشر تلاف شهيد أو أكثر هذه المشاهد أمام منزل نتانياو نفسه الضغط عليه داخل إسرائيل أين أسرانة؟ أين الثقر؟ أنت رئيس مزراء فاشل أنت لا تصلح لقيادة هذا البلد كل هذا الضغط يخلي إسرائيل ومعها أمريكا فكرة وقف إطلاق النار هو ما يقرب من نصف انتصار لحماس يعني لو درجة الانتصار عشرة أول ما هتوقف إطلاق نار أدي خمسة لحماس وصفر لإسرائيل تبسيط مخل لكن أنا بقولك ده اللي هيحصل ولذلك هناك رعب ووزراء الخارجية العرب